اشتركوا في القناة احداث فيلم كونغ سكال ايلاند بدور سنة 1973 وبتبتدي مع بعثة هدفها المعلن هو جيولوجي بحث لمسح خريطة جزيرة تم اكتشافها قريبا عن طريق الاقمار الصناعية البعثة دي فيها علماء وفيها عسكريين وفيها اشخاص عندهم مهارات معينة في اكتشاف الاماكن الجديدة الخطوة الاولى للبعثة دي هي انها ترمي قنابل علشان تكتشف مدى سمك الطبقة الارضية بتاعة الجزيرة دي وده زي ما شفنا في التريلر بيزعج ملك الجزيرة الغوريلا العملاقة كونغ اعضاء البعثة بيتفرقوا وقسم منهم بيقابل شخصية هانك مارلو اللي موجود على الجزيرة بقاله سنين طويلة وبيبتدي يفهمهم ايمة كونغ للجزيرة والدور اللي هو بيلعبه علشان يحمي اهلها من الاخطار الحقيقية وسريعا مهمة الاستكشاف بتقلب لرحلة عصيبة من اجل البقاء على قيد الحياة والنجاة فيطر المواجهة ما بين شخصياتنا وما بين كونغ وما بين الاخطار الحقيقية اللي موجودة على الجزيرة هتنتهي على ايه فيلم كونغ سكال ايلاند هو الفيلم التاني في The Legendary Monsterverse ودي سلسلة من الافلام واخد شكل العالم السينمائي ابتدت مع فيلم جودزيلا سنة 2014 والغاية دلوقتي الخطة المعلنة فيها جزء ثالث حيصدر سنة 2019 تحت عنوان جودزيلا كينج اوف مونسترز وجزء رابع حيصدر سنة 2020 تحت عنوان جودزيلا versus كونغ السلسلة دي او العالم السينمائي ده ليه صفة مميزة جدا وهو ان احداثه بتدور في فترات زمنية متبعدة جدا يعني الفيلم الاول جودزيلا القسم الاكبر من احداثه كانت بتدور فعلا سنة 2014 والفيلم التاني كونغ سكال ايلاند القسم الاكبر من احداثه بتدور سنة 1973 يعني لو فضلنا ماشيين بطريقة دي الشخصيات بتاعت الافلام المختلفة غالبا مش هتقابل بعض وده يقضنا للمشكلة الاولى في فيلم كونغ سكال ايلاند وهو تعدد الشخصيات اكتر من اللازم والضعف الشديد في تقدمها فيلم كونغ سكال ايلاند حاول يبعد عن النمط اللي تقدم في فيلم كين كونغ لبيتر جاكسن سنة 2005 اللي خد وقت طويل جدا في تقديم الشخصيات لغاية لما خلانا نقابل كونغ الاول مرة المرة دي الفيلم نمطه طبيعي شويتين وكان متسرع او متلهف ان هو يوريك شخصية كونغ ويخش في الاكشن ومع العدد الكبير جدا للشخصيات كان فيه حالة صربعة واضحة جدا في تقديم خلفياتهم وتفسير دوافعهم طبعا من المفهوم ان في المراجعة دي هيكون فيه مقارنة ما بين الفيلمين كونغ سكال ايلاند وكين كونغ بتاع بيتر جاكسن واول عنصر في المقارنة دي هو زمن الفيلمين لان كين كونغ بتاع 2005 زمنه كان اكتر من ثلاث ساعات بينما كونغ سكال ايلاند زمنه ساعتين بس وطبعا فيه فرق كبير جدا ما بين اللي تقدر تعمله في ثلاث ساعات كان فيه شخصيات اقل عناية اكبر في تقديمهم وبمجرد لما دخلنا في عالم الوحوش شبعنا جدا منهم بينما كونغ سكال ايلاند ما قدمش ما يشبع لا من بلح الشخصيات ولا من عناب الوحوش في رأيي المتواضع الشخصيات الرئيسية المؤثرة فعلا في احداث كونغ سكال ايلاند هم ثلاثة فقط اولهم هو شخصية بيل راندا اللي جسده شخصية جون جودمن وتعتبر المقابل بتاع الشخصية اللي جسده جاك بلاك سنة 2005 وتانيها هي شخصية بريستن باكهارد اللي جسده ساميول أل جاكسن وتعتبر نسبيا المقابل بتاع الشخصية اللي جسده توماس كريتشمن في النسخة الاقدم اما اهمهم على الاطلاق فهي شخصية هانك مارلو اللي جسده جون سي رايلي واللي ملهاش اي مقابل في اي فيلم مشابه ومافيش مانع من شوية شخصيات سنوية شوية شخصيات عسكرية شوية شخصيات علمية وما المين اللي حيموت يعني ولكن شخصية زي اللي بيجسدها حد باهمية توم هيدلستن وحد باهمية بري لارسن حقيقي ملهاش اي تأثير فريد كان من الصعب انه يتوزع على باقي الشخصيات وبعد ما عدنا مرحلة التقديم بحلوها ومرها واخيرا قابلنا الوحش وبتدينا نختبر ردود افعال شخصياتنا في وسط احداث غريبة المفروض انهم بيقابلوها الاول مرة الجميع تكسيد وكان محبط باستثناء ساميول أل جاكسن وجون سي رايلي ولكن الدنيا بتتحسن كتير قوي مع بداية الاكشن والاشتباكات على المستوى العملاق ده سواء ما بين كونج وافراد البعثة او افراد البعثة والوحوش الاخرى او كونج والوحوش الاخرى حقيقي في النقطة دي بالتحديد الفيلم ده افضل بكتير من جودزلة الاشتباكات كلها طويلة وواضحة ومبهرة رغم ان تأثير الكري دي عليها ما كانش كبير قوي وبرضه عشان ماكنش مكحف قوي على مستوى الشخصيات فتواجد شخصية زي هانك مارلو بتاكسي جون سي رايلي حسن الدنيا كتير قوي لان انفعالاته مزبوطة وكوميديته مزبوطة وغراضة اطواره مزبوطة وقلفته مع الاجواء الغريبة دي برضو مزبوطة تصميم الوحوش بشكل عام كويس جدا وان كان في رأيي تصميم كونج شهد بعض التراجع لان كونج المرة دي ضخم قوي اكتر من اللازم ودرجة انتصابه هو واقف غريبة شوية اقرب بكتير للانسان وعلى مستوى التعبير بوشه فاللي فهمته ان اللي قام بالدور ده هو تيري نوتاري وده حد عنده خبرة كويسة جدا في التعبير بالوش للشخصيات الرقمية وقام بالدور ده قبل كده في افلام بلانت اوف دي ايبس وفيلم ووركرافت بس في رأيي في فرق كبير قوي ما بينه وما بين حد زي اندي سيركس اللي عمل كونج في الفيلم الاول او حتى حد زي طبي كابل اللي موجود في الفيلم ده بدور عادي واللي قدم اداء مبهر برضو في افلام بلانت اوف دي ايبس وفيلم ووركرافت سيناريو الفيلم بشكل عام جيد الحدوتة بتاعتنا بسيطة وترتيب احداثها مقبول جدا كتاب السيناريو نفسهم فيهم اسماء كتير قوي بس الاسم اللي لفت نظري هو دان جيل روي دان جيل روي من كتاب السيناريو وصناع الافلام المفضلين عندي اخر فيلم ليه كان نايت كرولر هو اللي كتبه وهو اللي اخرجه وترشح عنه لجائزة افضل السيناريو في الاوسكار يعيب السيناريو بس تعدد الشخصيات لدرجة ممكن تصل للانتفاخ وتوظيف الكوميديا مش الكوميديا نفسها مخرج الفيلم هو جوردن فوكت روبرتس خلفيته كلها من الافلام المستقلة وده بقى اتجاه عام في افلام هوليو دي الكبيرة دلوقتي انه هما يجيبوا مخرجين اسبتوا نفسهم في الافلام المستقلة ويدوهم افلام كبيرة بقصد التوفير في اتجاهين الاتجاه الاول هو اجر المخرج طبعا وقدرة الستوديو ان هما يمشوا كلمتهم عليه والاتجاه التاني ان المخرجين دول فعلا بيبقى عندهم مهارة تنفيذ افكار كبيرة بميزانية صغيرة واتصور ان روبرتس نجح في ده تماما لان ميزانية كونغ سكال ايلاند هي 185 مليون دولار اكتر ب25 مليون دولار بس من ميزانية جودزيلا اللي تم تنفيذه في 2014 بينما فيلم كين كونغ نسخة 2005 ميزانيته كانت 207 مليون دولار على المستوى الفني والتقني فزي ما قلنا الاشتباكات والاكشن والشغل الملحمي ده كان كويس جدا بينما هو يولام بكل تأكيد على بعض مشاكل الشخصيات وبقى اني الفت نظاركم على ان فيه مشهد بعد التترت على النهاية مهما طول خليكوا قاعدين واقعوا تقوموا الخلاصة فيلم كونغ سكال ايلاند هو انه فيلم وحوش ملحمي كويس الى حد كبير يعتبر خطوة للامام عن فيلم جودزيلا ولكن خطوة للخلف عن فيلم كين كونغ نسخة 2005 بتاعت بيتر جاكس تقييم الفيلم كونغ سكال ايلاند هو سبعة من عشرة ودي طبعا زي ما قلت خطوة للامام عن فيلم جودزيلا اللي ليه مراجع على القناة منصحش اي حد انه يحاول يتفرج عليها مناقشة الحلقة ايه الفيلم اللي شفتوه وتفتكروا انه كان ممكن يبقى افضل لو كان فيه شخصيات اقل ياريت تعرفوني في الكومانس ياريت شار والايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وسناب شات وتويتر ولو عوزين تتعرفوا على احدث الحلقات اللي عملناها على فيلم جامد استنوا الشاشة اللي جاية باي باي